اشتركوا في القناة اشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فلعلنا نستمع لرقاء جديد في تفسير كتاب الله جل وعلا في آيات من سورة الإسراء هذه السورة العظيمة السورة المكية التي خاطبت أهل الشرك فكان أول ما خاطبت به التذكير بحادثة الإسراء وما فيها من العبر والتذكير بما قدره الله جل وعلا على بني إسرائيل لما استجابوا لأمر الله كان هذا من أسباب سعادتهم وعلوشانهم في الدنيا مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة ولما أعرضوا وتركوا اتباع منهج الله سلط الله عليهم أمما من أمم الأرض وبين الله جل وعلا أن هذا القرآن فيه صلاح أحوال الناس في دنياهم وفي أخراهم ثم ذكر الله جل وعلا يوم المعاد وكيف يكون شان الناس في ذلك اليوم ثم ذكر عددا من التوجيهات التي تبين القواعد والأسس التي تنطلق إليها الدعوة الإسلامية وبيّن شيئا من الواجبات والمحرمات لتعرف معالم هذا الدين ولعلنا نواصل قراءة هذه الآيات التي تتعلق بمخاطبة المشركين من أهل مكة ومن غيرهم من أمم الأرض وكان من القضايا العظيمة التي وجدت عند الناس أن نسبوا إلى الله جل وعلا الولد بل كان من شأن مشركي العرب أن يقولوا بنسبة البنات إلى الله جل وعلا ثم بيّن رب العزة والجلال أن طرائق المشركين في اتخاذ آلهة من دون الله ليست بمقبولة عقلا وليست بمقبولة عند الله جل وعلا ثم ذكر أن الحجج القرآنية رغم ورودها على قلوب هؤلاء إلا أنهم يعرضون عنه وما ذاك إلا بقدر من الله من أجل أن لا يسأم أهل الإسلام أو أن ييأسوا أو أن يكون من شأنهم ضعف وإنما يكون شأن أهل الإسلام القوة وهذه الآيات تبين أن أدلة الكافرين أدلة غير مقبولة وإن ظن أنها أدلة وأنها صحيحة إلا أنها بضد ذلك وكان من القضايا الكبار التي يناقشون فيها قضية البعث فكانوا ينكرون البعث ويستبعدونه ويظنون أن العقل والفهم يدل على مقالتهم فرد الله جل وعلا عليهم ذلك ولعلنا أن نستمع لشيء من الآيات القرانية التي تذكر شيئا من الدعا والجاهلية وكيف كان الجواب عنها فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات عددا من القضايا التي كانت مثار نقاش وبحث بين أهل الإسلام وبين المشركين القضية الأولى في نسبة الولد فإن بني آدم لما كانوا يموتون احتاجوا إلى أن يكون معهم أولاد يخلفونهم ولما كان عندهم ضعف احتاجوا إلى ذرية يعينونهم فحينئذ قاسوا الله جل وعلا على أنفسهم فلما كانوا محتاجين إلى الولد ظنوا أن الله جل وعلا كذلك وهذا من سوء فهمهم وقصور أذهانهم ثم إن العرب قد قالت مقالة أشنع من مقالة الأمم الأخرى ألا وهو أنهم نسبوا لله البنات وجعلوا الملائكة إناثا بنات لله عز وجل فقرد الله جل وعلا عليهم في هذه القضية فقال على جهة الإنكار أفأصفاكم أي هل جعل لكم الصفوة وأحسن ما يكون بجعله البنين الذين هم الذكور لكم وفي المقابل تنسبون إلى الله البنات فتقولون الملائكة بنات الله جل وعلا وتقولون اتخذ الله من الملائكة إناثا فرد الله جل وعلا عليهم بأنكم لم تتصوروا حقيقة هذا القول وإلا لو علمتم ما فيه من المفاسد وما فيه من الإفتراء لابتعدتم عنه ولذا قال إنكم لتقولون قولا عظيما أي أنكم ظننتم أن الله جل وعلا يحتاج للمعين وظننتم أنه يحتاج إلى من يخلفه والله جل وعلا القوي وهو سبحانه الباقي فهو الأول والآخر سبحانه ومن ثم لم يحتاج إلى أن يكون عنده ولد من الذكور ولا الإناث ولذا قال لهم رب العزة والجلال تأملوا في هذا القرآن الذي بين أيديكم وستجدون فيه من الجواب عن الشبهات التي يلقيها الشيطان في أذهانكم ولقد صرفنا أي جعلنا في تصاريف هذا القرآن وفي حججه وبيناته ما يكون مقنعا لكم وبالتالي تتذكرون فتصلون إلى الحق لكن هؤلاء القوم مع ورود هذه الدلائل الواضحة ما يزيدهم هذا القرآن إلا نفورا منه وعدم استماع له ولهذا فأكبر إشكالية عند الخلق عدم تأملهم في كتاب الله وعدم استمدادهم للهدى منه وعدم النظر في حججه وبراهينه والأدلة العظيمة التي اجتمل عليها هذا الكتاب وأما القضية الأخرى التي ذكرت في هذه الآيات فهي اتخاذ آلهة أخرى تصرف لها العبادة من دون الله جل وعلا فبعضهم اتخذ الأصنام آلهة يسجدون لها ويتضرعون لها ويدعونها من دون الله ويظنون أنها تستجيب لدعائهم أو توصل دعاءهم لله جل وعلا وحينئذ رد الله عليهم في هذه المقالة فقال قل أي رادًا عليهم في قضية صرف العبادة لغير الله لو كان معه آلهة أي لو كانت هناك معبودات غير الله جل وعلا كما يزعم هؤلاء ويقولونه إذن لابتغوا أي لابتغت هذه الآلهة إلى ذي العرش وهو رب العالمين سبيلا أي أنها ستقوم بعبادة الله لو كانت هذه المعبودات تعقل وتستبصر حقائق الأمور لكانت ممن يسبق إلى عبادة الله وكانت تسعى لأن يكون لها طريق إلى الله جل وعلا بعبادته فكيف تعبد وهي لو كان عندها علم لعبدت الله جل وعلا وهناك معنى آخر في هذه الآيات ألا وهو أن هذه الآلهة لو كان لها أحقية في العبادة لكان لها تصرف في الكون ولو كان لها تصرف في الكون إذن لابتغت إلى ذي العرش سبيلا أي طريقا لمغالبة الله جل وعلا ومحاولة الانتصار عليه وكلا القوة وكلا الوجهين لم يحصل مما يدل على أن هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تستحق أن تعبد ولذا قال سبحانه أي تنزه عن أن يكون له شركاء تصرف لهم العبادة من دونه وتعالى أي ارتفعت مكانته وعلت عن ما يقولون أي عن هذه الافتراءات التي يتحدثون بها علوا كبيرا فالله منزه عن أن يكون له شركاء يتصرفون في الكون معه بل الكون بأمره وبتدبيره وكذلك هو منزه عن أن يكون معه في الكون من يستحق العبادة معه فالله فرد صمد واحد أحد العبادة كلها حق له جل وعلا ثم ذكر الله جل وعلا أن المخلوقات من عظم هذه المقالة يتبرؤون منها فينزهون الله جل وعلا وما ذاك إلا لشناعة مقالتهم ولذا قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن فإذا كانت السماوات والأرضون ومن فيهن يسبحون الله وينزهونه عن هذا الاعتقاد الفاسد الذي لقيمة له فها حينئذ ينبغي بنا أن نكون ممن نزهه عن أن يكون معه معبود سواها ثم قال أتعالى وإن من شيء أي لا يوجد مخلوق من المخلوقات إلا وهو يسبح أن ينزه الله بحمده أي بكماله وبأوصافه التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه فالتسبيح يعني التنزيه والحمد يعني الوصف الجميل الذي يكون له سبحانه ولكن على جهة الاستدراك أنتم لا تفقهون أي لا تفهمون ولا تعون التسبيح الذي تسبح به هذه المخلوقات وجمهور أهل العلم على أنه تسبيح حقيقي لأن الأصل في الإطلاق القرآني أن يكون على الحقيقة ولا يصرف عن الحقيقة إلا بدليل وهناك بعض المفسرين قالوا بأنه تسبيح مجازي بمعنى أنها دالة على عظمة الله جل وعلا وعلى وجوب إفراده بالعبادة والأصل أن يعمل بظواهر اللفظ القرآني وأن لا يترك إلا لدليل يدل عليه قال إنه أي إن رب العزة والجلال كان حليماً غفوراً وإلا فإن هذه المقالات التي قالها هؤلاء المشركون تستوجب نزول العقوبات العظيمة ولكن الله جل وعلا يحلم بالعباد ويتجاوز عنهم لعلهم يعودون إليه ويتفكرون في حقائق أحوالهم وهذه الجملة كما اجتملت بشارة اجتملت نذارة أما البشارة فهو يقول لهم لكم فرصة من أجل التفكير وإعادة النظر وأما النذارة فهو يقول بأن الحليم قادر على إنزال العقوبة وأن مقالتكم هذه المقالة الفاسدة من أسباب نزول العقوبات بكم ولكن الله يؤخركم ويتأنى بكم لعلكم تعودون إليه ثم أعاد الله جل وعلا إلى التنويه بهذا القرآن وبياني أن فيه الدلالة والإرشاد والإقناع والهداية ولكن الإشكال ليس في هذا القرآن وإنما الإشكال في إعراض الناس عنه ولذا فأكبر مشكلة في الكون اليوم هي الإعراض عن كتاب الله وعدم الاهتداء به ولذا قال وإذا قرأت القرآن أي إذا قمت بتلاوة كتاب الله المجتمل على كلام الله حينئذ يعرضون لأن الله لم يريد لهم هداية قال وجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وفي هذا دلالة على أن من أكبر أسباب إعراض الناس عن القرآن أنهم اشتغلوا بالدنيا بما ينسيهم الآخرة وأن العبد ينبغي به عند اشتغاله بالدنيا أن يجعل ذلك الاشتغال يقصد به الآخرة ليكون هذا من أسباب صفاء ذهنه واستفادته من الحجج والآيات والبراهين وقدرته على فهم كتاب الله جل وعلا وفي هذا دلالة على أنه كلما ازداد إيمان العبد بالآخرة وبوقوفه بين يدي الله وبأن مصيره لا محالة إما إلى جنة وإما إلى نار كان ذلك من أسباب زيادة فهمه لكتاب الله جل وعلا وأما هؤلاء وأما هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة فإن الله يجعل بينهم وبين الاستفادة من هذا الكتاب حجاباً مستوراً أي حاجزاً يحجزهم عن فهمه وانظر كيف قال مستوراً ولم يقل ساتراً لبيان أن إعراضهم عن القرآن قد بلغ حد الغاية فإنه لم يكتف بكونه مساتراً حتى كان الحجاب مستوراً فهناك ستر وهناك حجاب كانت بين هؤلاء وبين القرآن وبالتالي لم يستمعوا له ولم ينصتوا له ولم يستفيدوا من حججه وبيناته وبراهينه ثم فصل الله جل وعلا ذلك وزاد في بيانه فقال وجعلنا على أقلوبهم أكنة فالقلوب التي هي آلة الفهم والاستيعاب يجعل الله عز وجل على هؤلاء غطاءً بسبب عدم إيمانهم بالآخرة وبسبب إقدامهم على المعاصي والذنوب وبسبب إعراضهم عما يراد بهم فيجعل الله على قلوبهم أكنة فإن قال قائل كيف يتكلم عن القلب ومن المعلوم أن الفهم والذهن في الدماغ فيقال بأن القلب هي الآلة التي تمد الدماغ بما يبصره بحقائق الأشياء وصحة الأدلة والبراهين كما أن العين آلة البصر والدماغ يترجم تلك الآشارات التي تصل إلى هذه العين وهكذا الأذن آلة السماع والسماع يكون في الدماغ فهكذا فيما يتعلق بالفهم والفقه وانظر كيف نبه إلى عدم فقههم لتسبيح المخلوقات ليكون هذا مشعرا لهم بأنهم لم يفقهوا ما في هذا الكتاب ولذا قال وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمَ كِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ أي من أجل أن لا يفقهوا ما في هذا الكتاب من الأدلة والبراهين قال وفي آذانهم وقرى أي جعل الله جل وعلا في آذان هؤلاء القوم ستراً وغطاءاً بحيث لا يتمكنون من فهم ما يسمعونه وإذا نظر الإنسان في الآيات والدلائل يجد أن قبولها بأحد أمرين إما بعقل يفهم وإما بسماع يذكر ويجعل صاحبه يستبصر ولذا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ثم قال تعالى وإذا ذكرت ربك أي بيّنت ما لله جل وعلا من الفضل والإحسان عليك وعلى الخلق وذكرت ما يتصف بصفات الله جل وعلا وذكرت شيئاً من الدلائل على وجوب إفراد الله بالعبادة وذكرته وحده بدون ذكر تلك الآلهة التي تعبد من دونه كان من شأنهم أن يعرضوا ويتركوك ولا يستمعون إلى مقالتك ولوا على أدبارهم نفوراً أي هاربين لا يريدون السماع ولو كان عندهم عقول لتوقفوا حتى يستمعوا ما يأتي به من آيات الله في القرآن فينظروا فيها ويستبصروا في حقيقتها من أجل أن لا يكون ذلك سبباً من أسباب عدم تفكرهم في الحق الذي يأتي إليهم ثم قال تعالى نحن أعلم بما يستمعون به أي من شأنهم إذا استمعوا إليك أن يكون سماعهم ليس على جهة التفكر فيه وإنما على جهة الإعراض عنه وعدم القبول به مهما كان فهم يتناجون ويتحدثون حديث سرية بالتحذير من هذا الكتاب والتحذير مما جاءهم فيه فيكون هذا من أسباب صدهم عن الاهتداء بالقرآن ولذا قال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى أي حال استماعهم بينهم أحاديث سرية ما هو قولهم يقولون هذا قول عظيم وفيه أشياء عجيبة ولكنه ولكن هذا الكتاب قد أثر علينا وما ذك إلا أنه سحر فكيف يكون بهذه المثابة وبهذه الصراحة وبهذه الدلالة وبهذه القدرة في الاحتجاج حينئذ نقول بأن هذا الرجل رجل مسحور جاء هو السحر فسحره وصرفه فرد الله جل وعلا عليهم فقال أنظر كيف ضربوا لك الأمثال وفي هذا قضية ثالثة ألا وهي أن الاستدلالات العقلية القياسية لا بد أن تكون استدلالات صحيحة لتوصل إلى نتائج صحيحة أما إذا كانت غير مبنية على استدلالات صحيحة فإنها ستوصل إلى مفاهيم خاطئة وفيه إشارة إلى أنه لو كانت عندكم استدلالات عقلية صحيحة لا استمعتم لما في هذا القرآن وتفكرتم فيه وتأملتم حججه وبراهينه وردتم عليها بمثل ما جاءت به ولذلك لما جاءهم الحق جاءوا بأمثلة مغلوطة يعارضون بها الحق فصرفوا الخلق عن الاستماع للقرآن قال وهذا سبب ظلالهم وهكذا نجد في جميع العصور بما فيها عصرنا الحاضر أن إعراض الناس عن القرآن وطلبهم الهدى من سواه من أكبر أسباب ضلال الخلق وإذا بحث الإنسان عن جهود الخلق وجد عندهم من التناقض ووجد عندهم من الاختلاف والتنازع ووجد عندهم من الأدلة الناقصة والأوهام والشبه ما يجعل العقلاء يعرفون ما اجتملت عليهم ما قالاتهم من الضلالة ولذلك نجدهم مختلفين متضاربين متنازعين متناقضين ولو كان عندهم برهان صحيح ودلالة واضحة لاجتمعوا على كلمة سواء ولكنهم لا يزالون مختلفين ثم قال جل وعلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا أي لا يجدون طريقا يوصلهم إلى الحق والهدى وذلك أن هذه الشبه التي يعقدونها هي التي صدتهم عن الاستجابة لدعوة الحق ومن هذه الأمثال التي بنوا عليها مقالاتهم أنهم قاسوا الله العظيم القدير المتصرف في الكون على أنفسهم وظنوا أن ما يعجزون عنه فإن الله عاجز عنه وأن ما يحتاجون إليه فإن الله يحتاج إليه فلما احتاجوا إلى الولد نسبوا إلى الله الولد وما هذا إلا من الأقيسة الفاسدة التي كانت عندهم فعوصلتهم إلى الضلال فأصبحوا لا يستطيعون أي لا يقدرون طريقا صحيحا يوصلهم إلى الحق ومن أمثلة ذلك في القضية الرابعة وهي قضية البعث فإنهم قالوا هذه العظام رميم فكيف يعيدها الله وكيف تعود لتكون إنسانا مرة أخرى ولذا قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي ترابا أو مخلفات يسيرة يمكن فتها أئنا أي إذا كنا في تلك الحال سنبعث ونخلق مرة أخرى خلقا جديدا فظنوا أن هذا من عقولهم وأنهم قد وصلوا إلى الدرجة العليا في الاستدلال العقلي بهذا الدليل فقاسوا قدرة الله على قدرة أنفسهم فلما كان من شانهم العجز عن إعادة هذا الرفات وهذه العظام إلى أن تكون إنسانا ونظروا إلى عجزهم عن بث الروح فيها قاسوا الله تعالى على أنفسهم وحينئذ قالوا هذه المقالة فرد الله جل وعلا عليهم بمقالة أعظم قال هذا الرفات سهل تشكيله مرة أخرى ليكون على شكل ابن آدم ثم يبث الله فيه الروح انظر هذه الحجارة وهذا الحديد أعظم من هذه الرفات ومع ذلك يمكنكم الله يا ابن آدم من صياغته ومن صهره ومن إعادته على هيئة أخرى مرة جديدة فالذي أمكنكم من ذلك وقدركم عليه أليس بقادر أن يجعل هذا الرفات وهذا العظام يجتمع ليكون إنسانا فإن عقولكم فقال لهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم أي مما ترونه شيئا عظيما كبيرا فإن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشياء وهو سبحانه الذي شكلها هذا التشكيل شكل الجبال شكل السماوات شكل الأراضين سبحانه وتعالى وبالتالي أليس القادر على هؤلاء بقادر على أن يعيدكم تارة أخرى فسيقولون على جهة الإنكار وسيقابلون هذه الحجة من يعيدنا أي من الذي يعيدنا على هذه الأشكال أجسادا مرة أخرى بعد أن كنا عظاما ورفاتا فأجابهم الله بحجة عقلية واضحة من الذي أنشأكم أول مرة ومن الذي خلقكم من لا شيء ثم أصبحتم نطفة تستقذرون منها إذا وقعت على ثيابكم فخلقكم من هذه النطفة وهي أقل من ذلك الرفات وأقل من ذلك العظام فلذا قال الذي فطركم أول مرة قادر على إنشاءكم وإعادتكم مرة أخرى فسينغضون إليك أن يحركون رؤوسهم على جهة الاستهزاء والتعجب ويقولون متاه إن كنت صادقا في أن الله سيعيدنا أخبرنا عن الوقت الذي تعاد فيه هذه الأجساد وهذا من قلة العقول التي يدعون كما لها فما علاقة التوقيت بأصل القدرة فإن الله قد أخباركم أنه قادر وقد أخبر الخبر الصادق أنه سيعيدكم إن حدث بعد أسبوع أو بعد سنة أو بعد مئة سنة لا يتغير لا يغير ذلك من الأمر شيئا الأهم أنكم تعلمون أنكم ستبعثون وستحاسبون على عقائدكم وعلى أعمالكم وبالتالي استعدوا لذلك اليوم هذا هو الذي من شأنكم ثم مهما طالت زمن اليوم الآخر وتأخر فإنه في قدر الله قليل وهو سيأتيكم لا محالة وكل ما هو آت آت لا بد وبالتالي وبالتالي على ما يقول الناس ما تأخر من جاء فما دام أن يوم القيامة سيأتي فحينئذ سيكون إتيانه قريبا مهما طالت أعماركم ثم ذكر الله جل وعلا كيف أنه يدعو العباد أن يطلب منهم الحضور إلى المحشر فحينئذ يستجيبون له ويكون مشانهم أنهم في ذلك الوقت يستشعرون قدرة الله وعظم صفاته فيستجيبون وهم حامدون لله ولكن في ذلك الوقت لا ينفع هذا الاعتقاد إلا لمن كان عليه قبل وفاته وفي ذلك اليوم تظنون أن يغلبوا على ظنكم ويكونوا من شانكم أنكم تعتقدون أن الدنيا لم تكن إلا لحظات وتظنون إن لبثتم أي تعتقدون بأنكم لم تبقوا في الدنيا إلا زمنا يسيرا قليلا وسأعطيكم برهان ذلك من حياتكم ألا وهو أنه قد مضى من أعماركم سنون كثيرة وأيام عديدة وشهور مديدة كأنها لحظات فهذا مصداق قوله تظنون إن لبثتم إلا يسئ إلا قليلا فليعتبر الواحد منا في حياته فإنه كما مضى أولها سريعا فإن العمر لا بد أن يمضي جميعا ويكون كأنه لحظات والعاقل من استودع فيه عملا صالحا ينفعه يوم معاده عند ربه سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة فيها عدد من الفوائد والحكم والأحكام فمن ذلك تنزه الله جل وعلا عن الولد ذكورا وإناثا وفي هذه الآيات أن الملائكة خلق من خلق الله خلقهم وسخرهم لأداء أعمال من الأمور التي أمرهم الله بها من تدبير هذا الكون بأمره وإذنه سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات تحريم وصف الملائكة بأنهم إناثا وقد استدل طائفة من أهل العلم بهذه الآية على أنه لا يجوز تسمية الأنثى بملك أو ملاكة لأن الملك والملائكة هم خلق من خلق الله وليسوا إناثا بخلاف اعتقاد أهل الجاهلية ولذا رأوا المنع من التسمية بهذين الإسمين للإناث ملك وملاك وفي هذه الآيات أن الأقوال قد تكون ذنبا عظيما وإثما كبيرا ولذا على الإنسان أن يصون لسانه من أن يتكلم بما يغضب الله جل وعلا وفي هذه الآيات تنزه الله عن أن يكون له شريك يعبد من دونه أو تصرف له العبادة وفي هذه الآيات أن الهداية إنما تكون بسير الإنسان إلى الله جل وعلا ولذا قال لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وفي هذه الآيات ترغيب العباد بأن تكون مقاصدهم ونياتهم في جميع أعمالهم لله سبحانه ولذا قال لابتغوا وهذا من الإرادة وفي هذه الآيات تنزيه الله جل وعلا من الاعتقادات الفاسدة والأقوال الباطلة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يسخر ما في الكون كله من أجل ليسبح الله وينزه عن المقالات الفاسدة وفي هذه الآيات أن العبد إذا لم يفهم شيئا فهذا لا يدل على عدم صحته فتسبيح المخلوقات وإن كنا لا نفهمه ولا نعقله إلا أنه حقيقة ثابتة وبالتالي على العبد أن يؤمن بما جاء عن الله عز وجل وأن يسلم له وأن لا يكون من شأنه أن يجادل في آيات الله بل عليه أن يتأمل ما فيها من الأدلة والبراهين وماذاك إلا أن بعض الناس تأتيه الشياطين فيوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بحجج فاسدة لا يصح التعويل عليها وفي هذه الآيات استحباب قراءة القرآن ليسمعه الجميع وأنه لا كراهة في أن يقرأ المسلم القرآن بحضور غير المسلمين واستماعهم له ولذا قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وفي هذه الآيات أن أحسن الدعوة هي تلك الدعوة التي تنطلق من كتاب الله جل وعلا ولذا قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ فمن أراد الحجة المقنعة والدليل التام فعليه بكتاب الله وقال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فأعظم التذكير ما كان بآيات القرآن فإن فيه من أساليب الوعظ ما يحرك القلوب إلى الله وفيه من الأدلة القاطعة ما يجعل العقول تتأمل في هذه الأدلة وتستجيب لها وفي هذه الآيات النهي عن مقابلة الاحتجاجات القرآنية بأقيسة وأمثلة قبل أن يتفكر فيها فكم من قياس كان قياسا فاسدا وانظر إلى إبليس كان من شأنه أنقاسا واستدل بما يظن أنه عقل فكان من أسباب ظلاله فإنه قال مفضلا لنفسه على آدم كيف أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهذه الاستدلالات هي التي جعلت هذا العدو يعرض عن دعوة الحق ولا يستجيب لأمر الله وكان من أسباب ذلك أن كان إبليس ممن يضع في العقول من الوساوس ما يظنه الناس أدلة واضحة وبراهين صاطعة وليس الأمر كذلك وفي هذه الآيات وجوب الاستماع للقرآن والتأمل بما فيه من الآيات والتفكر في الآيات التي تتلى على العبد وفي هذه الآيات أن من استمع من المشركين لم يكن استماعه على جهة طلب الحق والتأمل فيما في هذا القرآن وما ورد من الأدلة والبراهين وإنما شأنه أن يبحث عن ما يقدح به في هذا القرآن في ذهنه وتقديره ويكون من شأنه أن يضرب الأمثال التي تقابل ما في القرآن من الأدلة والبراهين وفي هذه الآيات أنه لا يزال أهل الباطل يصفون أهل الحق بالأوصاف التي تجعل الناس ينفر منهم ولذا نجد أنه في زمان الحاضر يتهم العلماء والفقه باتهامات وينسب إليهم مقالات ويوصفون بأوصاف مقذعة وما ذاك إلا أن الشيطان أراد أن يصد الناس عن الاستجابة لدعوتهم وأراد الله جل وعلا خيرا بهؤلاء الفقهاء ليكثر إثمهم ويكون من شانهم أن تأخذ من حسناتهم وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على البعث وإعادة الأجساد والأرواح فيها بعد أن كانت رفاتا وفي هذه الآيات أن العبد لا ينبغي به أن يستكثر على الله شيئا فالله القادر ولا يعجزه شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وفي هذه الآيات أن الأدلة القياسية العقلية متى كانت أدلة صحيحة كانت مقبولة وأعظم الأدلة العقلية القياسية ما في كتاب الله سبحانه وتعالى لا يعرض لها أدنى شيء من الشك وفي هذه الآيات أن الله لا يعجزه شيء وأنه سبحانه لا غالب له ولا قاهر له بل هو القاهر الغالب لجميع المخلوقات وفي هذه الآيات التذكير بقدرة الله على خلق الإنسان أول الأمر على قدرته على خلقه مرة أخرى فقوله فطركم أول مرة أي أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي الاستهزاء ولا يجوز الاستهزاء بدعاة الحق فيحذر الإنسان من أن يكون ساخرا بهم مستهزئا لهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد أخفى وقت الساعة فلا يدرى متى هو فلا يدرى متى هو ولذلك على الإنسان أن يستمر في الطاعات حتى إذا جاه الأجل جاه وهو على طاعة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد بيّن أن يوم الساعة والحساب قريب أي أنه ستمضي عليكم أوقاتكم سريعة وبالتالي ستستشعرون في يوم ما أن هذه الدعوة دعوة قريبة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يدعو وينادي وفيها من الفوائد والمعاني أن الله جل وعلا يجعل الناس يوم القيامة يستجيبون لدعوة الحق مثنين على الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي به أن يظن ظن إلا إذا كان عنده من الأدلة ما يسند ظنه وما يكون سببا من أسباب جزمه بصحة مقالته وإلا كان الإنسان ممن يقول على الله بلا علم فهذه آيات عظيمة فيها رد لأكبر شبهات المشركين وأهل الجهلي وفيها تقويم هذا الدين والتأكيد على ما فيه من المعاني العظيمة بارك الله جل وعلا فيكم وفقكم لكل خير وجعل الله وإياكم من الهدات المهتدين كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدهم إلى دينه عودا حميدا وأن يرزقهم لنا بتا إليه اللهم كن معهم مؤيدا منصورا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد